السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحلقة رقم خمسة هو الأخيرة من قصة الفتاة الممتحنة أم كلثوم احتار نبي صلى الله عليه وسلم في أمر هذه الفتاة والمهاجرة إليه زات السبعتاشر عام حيث كانت تمنعه مرؤته وأخلاقه من إعادة الفتاة إلى المشركين عندما سيأتون ويطلبونها ومعرفته أنها ستتعرض للتعذيب والقتل على أيديهم وأيضا كان الصحابة يتهمسون فيما بينهم عن رفضهم إعادة الفتاة للمشركين مرة أخر فكان موقفا صعبا لم يستطيع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أغز القرار فيه وظل صامتا إلى أن جاء القرار الإلهي من السماء بحل هذه المشكلة تشريع السماوي كان بمثابة الرد القاطع على مشركين قريش نزل في صورة الممتحنة التي شرف الله هذه الفتاة بتسمية الصورة وجاءت في قصتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ مُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنَّ عَلْمْتَمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجَعُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ صدق الله العظيم تشريع السماوي جاء بردقات على المشركين جاء باختبار النساء التي تهاجر إلى المدينة المنورة فإن تبين أنهم هاجروا مؤمنات فلا يرجعوا إلى الكفار مرة أخرى ولذلك رفض النبي صلى الله عليه وسلم إرجع الفتاة الصغيرة اليتيمة للكفار مرة أخرى فكانت هناك سعادة وفرحا شديدا بكت منها هذه الفتاة لماذا كان الامتحان والاختبار للنساء فقط كما جاء في صورة الممتحنة لأن الرجال يتم يعني اتضاح إيمانهم ويظهر إيمانهم في الجهاد وفي الصلاة الجامعة أما النساء كانوا ملازمين للبيوت غير معرضين للجهاد ولا صلاة الجامعة فكان واجب الإختبار لهم في هجرتهم فكان من الوارد أن يهاجر بعض النساء ليس إيمانا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن خوفا من أزى في بيتها أو زوجها أو هروب من أهلها احتضانتها زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفتاة الصغيرة احتضنوها في بيتهم وبكت فرحا بذلك ومن سعادتها نجبه لكافة جبر الله بخاطر هذه الفتاة جبر الله بخاطرها بأن تزوجت أغنى أغنياء المدينة المنورة وأحد العشرة المبشرين بالجنة وهو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ودي كانت نهاية قصة الفتاة الممتهمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر